هم هجوم إلكترونيون هائل ضد أحد أهم السجون الموجودة في العاصمة الإيرانية طهران وهذا طبعاً الهجوم فضح الكثير من الأسرار اللي إيران ما كانت ترغب بأي طرف من الأطراف على أي مستوى من المستويات أن يطلع عليها هذا الهجوم إذا ما ألقينا نظرة على تفاصيله هو تم ضد سجن اسمه سجن أفن الموجود طبعاً هو شمال غرب العاصمة الإيرانية طهران هذه غرفة التحكم طبعاً للسجن اللي يشوفون بها من خلال الكاميرات كل زنزانة موجودة وكل حركة موجودة وإذا ما ركزنا على طبيعة اللابتوبات اللي موجودة والأجهزة اللي موجودة هنا وتحديداً اللي موجودة في الوسط بدأت عملية الاختراق من القراصنة بهذا الجهاز تغيرت هذه الشاشة وبعدها بدأت تتغير الشاشات وتنقلب طبعاً كاميرات المراقبة اللي موجودة في السجن تدريجياً كما نرى الآن وبعدها هذه القراصنة طبعاً يسووها كمرحلة أخيرة من عملية القراصنة بعد ما أخذوا كل الداتا والبيانات اللي ريدوها من كل السنوات اللي هم رايديها أعلنوا عن نفسهم بهذا الشكل وفي أخطر مكان موجود اللي هو طبعاً غرفة التحكم كما نرى بهذا الشكل وطبعاً العبارات هي تطالب بالحرية والعدالة للسجناء السياسيين الموجودين لأن هذا السجن طبعاً بسجناء سياسيين معارضين للنظام الإيراني وبهذا الشكل طبعاً انقلبت الأمور بهذا الشكل الهوليوودي وطبعاً بالنسبة لهذه المجموعة اللي قامت في القرصنة أخذت بيانات هائلة جداً ونشرت العديد من الفيديوهات البعض منها حقيقة لا زالوا يمتلكون الكثير منها يعني مثلاً واحدة من الصور تعود إلى 25-2020 ضرب موجود في السجن بهذا الشكل كذلك في 31-3-2021 ضرب آخر واعتداء على أحد السجناء اللي موجودين في السجن وكذلك عمليات سحل بهذا الشكل وغيرها من الأمور وقد نرى بيانات أخرى تكشف في الأيام كأوراق تطرق ضد النظام الإيراني السؤال الأهم هنا أنه كيف تم هذا الاختراق بهذا الشكل الكبير هناك ملاحظة مهمة يجب أن نلقي نظرة عليها اللي هي طبعاً هذه الشاشات عندما انقلبت بهذا الشكل نلاحظ تماماً بأن نظام التشغيل أو الويندوز المستخدم كنظام مهم جداً وتشغيلي في السجن هو طبعاً ويندوز 7 ولماذا ويندوز 7 يعني يعتبر فد مشكلة بالنسبة للسجن وأنه يتسبب بمثل هذه الأمور هناك سبب مهم جداً يعود إلى شركة مايكروسوفت نفسها شركة مايكروسوفت أوقفت كل عمليات الدعم التقني للويندوز 7 منذ شهر واحد الفين وعشرين لا أكو دعم تقني لا أكو أبديتز لا أكو تصحيحات على الويندوز 7 وذلك يعود لسبب مهم جداً لأنه هم لاحظوا في وقتها لما قاموا بالتقييمات حقيقة من أحدى الشركات المهمة التحليلية وجدوا بأن 26.7% فقط من المستخدمين يستخدمون ويندوز 7 في حينها لنحكي على الـ 2020 وتحليلات تعود إلى الـ 2019 ووجدوا أن 65% من المستخدمين يستخدمون الويندوز 10 على هذا الأساس من المنطقي لمايكروسوفت أن توقف عملية الدعم إلى طبعاً الويندوز 7 وهنا السؤال كيف لإيران أن تستخدم الويندوز 7 القديم الغير محدث المخترق الذي يسهل على القراصنة أي قراصنة على أي مستوى مستوى متوسط ممكن أن يقومون باختراقها وهذا النظام النقطة الأساسية تعود إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وهي التي تمنع إيران من الحصول على أنظمة حديثة حاسوبية مهمة وبالتالي الحاسبات اللي عندهم هم هي حقيقة قديمة غير محدثة صينية أنظمة حقيقة قديمة للغاية لم تعد تستخدم في أرصة المؤسسات حتى في دول العالم الثالث ولكن هم بدي يستخدموها بالمؤسسات الإيرانية وهذا يفسر الكثير من الاختراقات اللي تصير ضد المؤسسات الإيرانية النقطة أيضا الأخرى والمهمة هي من قام بهذا الهجوم من الذي يقف خلف هذا الهجوم؟ بالعادة تذهب الاتهامات وأصابع الاتهام إلى إسرائيل وتحديدا إلى يونت 8200 الإسرائيلية المسؤولة عن عملية الهجمات السبرانية الإلكترونية طبعا ضد إيران وهذه طبعا هي مجموعة إسرائيلية مختصة بهذه الهجمات وتهمت بالعديد من الهجمات التي قامت بها ضد إيران وحتى على مستويات أخرى النقطة الأساسية هنا أنها تختلف ومختلفة هذه حقيقة المجموعة التي قامت بهذا الهجوم الأسوشييتت برس قالت بأن الحساب الذي نشر هذه المعلومات وأرسلها للأسوشييتت برس بشكل خاص هي مجموعة ويعود إلى حساب اسم عدالة علي وتبدو مجموعة معارضة للنظام الإيراني وليس لها ارتباطات مع إسرائيل أو أي دولة أخرى وطبعا هذه اترجعنا إلى آخر هجوم إلكتروني وسبراني صار في إيران في شهر 7 عام 2021 ضد شركة السكك الحديدية الإيرانية بهذا الشكل ألغوا كل حقيقة الرحلات الموجودة للحظ إلى كرج وإلى مشهد وكان من الممكن للقطارات أن تصطدم فيما بعضها البعض وكل الاتهامات راحت إلى إسرائيل ولكن صارت تحليلات مهمة جدا حول هذا الهجوم الذي بشكله نوعا ما يشبه الهجوم اللي صار على السجن من قبل شركة مهمة جدا اسمها Checkpoint Software Technologies هذه هي طبعا شركة أمريكية إسرائيلية مختصة قامت بعدد من التحليلات على الهجوم اللي صار على الشركة السكك الحديدية واكتشفت بأن هذه المجموعة فعلا قد تكون هي خارج قضية إسرائيل وأن إسرائيل ليست مسؤولة عن هذا الموضوع ويجب أن ننتبه أن جروز المبوست وعدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية لم تتداول الهجوم اللي صار على السجن بالشكل الكبير أو لمحوا له بالشكل الكبير أيضا فلذلك إذا ألقينا نظرة على التحليلات اللي سوتها هذه الشركة واللي نيويورك تايمز طلعت عليها سنلاحظ الآتي الاختراق الذي طال شبكة السكك الحديدية الإيرانية يحمل أوجه تشابه مذهلة مع الهجمات التي طالت شركات أخرى مرتبطة بالحكومة الإيرانية تبنتها مجموعة إندرا عامي 2019 و2020 هذه المجموعة مجموعة إندرا هي ظهرت في عام 2019 سوت عمليات ضد حزب الله اللبناني وعدد من الأطراف المرتبطة بالنظام الإيراني وفي 2019 و2020 استخدموا بحسب هذا التقرير من شكبوينت قضية اسمها جينات الشفرة حللوا جينات الشفرة ووجدوا إن جينات الشفرة الموجودة في شركة السكك الحديدية تتشابه تماما مع الجينات الشفرة اللي استخدمت في 2019 و2020 ولكن هي نسخ محدثة من هذه الجينات وهذه بحسب هذا التقرير هي غير مرتبطة لا بإسرائيل ولا بأمريكا لأنه لا إسرائيل ولا أمريكا استخدمت جينات الشفرة هذه التي نتحدث عنها وعلى هذا الأساس وصلوا إلى هذه الخلاصة شوف شون اللي قالوا لا يزال دعم مثل هذه المجموعة من قبل دولة ممكنا ويمكن استخدام اسمها كغيطاء لإحدى الدول لكن تشكبوينت وخبراء آخرين قالوا إنهم لم يعفروا على ما يشير إلى ذلك طبعا هذا الأمر هو أمر خطير ومتعلق بحقوق الإنسان وهو أيضا هناك إشارة بها خطيرة جدا أنه يجي هذا الهجوم قبل 72 ساعة فقط من زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت إلى واشنطن يوم الخميس من المفترض أن يكون هو موجودا في واشنطن في البيت الأبيض لمناقشة الأمور الحساسة التي تواجه إسرائيل وتحديدا بحسب الأكسيوس يريد نفتالي بنت أن يضع الأولوية ويضغط على البيت الأبيض لأن تكون قضية صد وردع إيران أن تكون هي القضية الرئيسية وتحديدا في الملف النووي خاصة وأن هذا السجن سجن أفن هو سجن عليه عقوبات حقيقة من عام 2018 وتحديدا من شهر 5-2018 من قبل وزارة الخزانة الأمريكية لنفس الأسباب التي انكشفت من قبل هؤلاء القراصنة التي طبعا أوضحوا بها بأن هناك اعتداءات هناك ضرب اعتداءات جنسية سعق بالكهرباء وغيرها موجودة على هذا السجن بالتأكيد وكذلك بأن بايدن يعلم تماما وبريطانيا تعلم تماما بأن أغلب السياسين والأسرة التي يفاوضون عليها إيران موجودين هؤلاء السياسين والأسرة حقيقة في سجن أفن تحديدا وبالتالي قد نرى متغيرات كبيرة جدا قادمة بعد عملية الاختراق هذه التي اعترفت بها إيران اليوم وبصحة الفيديوهات المنشورة